ومن بغداد ينضم إلينا دكتور إحسان الشماري أستاذ العلوم السياسية دكتور إحسان من يستطيع الآن في العراق أن يحمي الشارع العراقية من نفسه أن يحمي المتظاهرين من الصدريين شكرا لكم على الاستضافة يعني في ظل عجز الحكومة والمؤسسة الامنية من صد الانتهاكات على المتظاهرين لم يتبقى لساحات الاحتجاج إلا موقف يمكن أن يبرز يوم غد من قبل المرجع الشيعي السستاني خصوصا إذا ما علمنا بأن المرجع هو من لديه القدرة على ضبط الشارع أولا وبالتالي قد يكون التوجيه أو التوصية التي سيصدرها غدا ذات ضغط كبير جدا على السيد مقتدى الصدر أو أتباعه لذلك لا يمكن الآن في ظل هذا الارتباك الأمني النظر إلى المؤسسة الامنية العراقية على أنها لديها القدرة على صد أي تجاوزات على المتظاهرين ولكن دكتور إحسان هل تعتقد أن مرجعية النجف ما زالت لها سطوة الرأي والهيمنة على الشارع العراقي كما كانت يعني هذه الاحتجاجات للمرة الأولى نرى فيها هجوما على مقارات تقترب كثيرا من المرجعية يعني بتصور أن أتحدث عن مرجعية السستاني نعم وأنا أيضا إلى الآن لم يتعرض نعم نعم إلى الآن لم تتعرض ساحات الاحتجاج إلى السيد السستاني أو حتى إلى المقارات القريبة منهم لكن ما تعرضت له هو بعض الأحزاب الإسلامية وهي ليست بالضرورة تابعة إلى السيد السستاني نعم كان حزب الدعوة في كربلاء نعم هذه ليست تابعة إلى السيد السستاني لكن المظاهرات دكتور إحسان عفوا للمقاطعة أعظوني أعظوني للمقاطعة لكن المظاهرات في ساعة من الساعات اقتربت كثيرا من مقار المرجعية في النجف مما اضطر حينها المرجعية إلى تعزيز حواجز أمنية صحيح؟ وهنا كان سؤال تحديدا يعني الاقتراب فضل نعم الاقتراب لا يعني بأي يعني إذا ما تحدثنا عن التظاهرات في النجف هي كانت في ساحة الصدرين نعم وأنه قد تنتقل إلى ساحة ثورة العشرين لكن هذا ليس بالضرورة أن تذهب باتجاه الاحتجاج على المرجع الشيعة السستاني وأن الاحترازات الأمنية هي للحفاظ على حياته خصوصا إذا ما علمنا بأن قد يكون هناك بعض الأطراف هنا لا تحدث عن المتظاهرين لكن قد تكون بعض الأطراف تستهدف المرجع الشيعة السستاني طيب هل هناك في العراق من يستطيع أن يوقف السيد مقتضى الصدر عن خطورة الاحتكام إلى الشارع في ظل وجود محتكمين في الأصل في الشارع العراقي يعني حسب المعلومات المتوفرة هناك اتصالات من قبل بعض الزعامات السياسية منها بالتحديد مع السيد مقتضى الصدر بضرورة سحب أنصاره خصوصا إذا ما علمنا بأن الاحتكاك الذي جرى ما بين أتباع الصدر من جهة وساحات التظاهر من جهة أخرى دفعت باتجاه سقوط مزيد من الضحايا ما بين قتيل وجريح هنا أتحدث بالعشرات وبالتالي قد يستجيب الصدر لمثل هكذا ضغوطات خصوصا إذا ما علمنا ووفق الرؤية السياسية بأن الصدر كتيار سياسي أتحدث سيكون خاسرا إذا ما استمر بالاحتكاك بهذه الساحات وبالتالي أنا أتصور أنه أيضا جزء من عملية الحوارات التي يدري قد تساهم في خفض مستوى التوتر والاحتكاك ما بين أتباع الصدر من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى دكتور إحساني الشمري أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من بغداد فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر